ولكن لما تأتي جهة جهة لبني اسرائيل تضع درسنا تحت المجهر وبتصير هذا الدرس تنشره بأسلوب مغاير للحقيقة يعني تقططع منه امور وتبقي منه امور شو بيصير بيصير الخطاب اخواني ليس سليم لان احنا فينا خطابي انا لما ابدأ اتكلم مع اليهود بتكلم معهم بايش بحكمة وموعظة حسني كما امر لله عز وجل لما اتكلم معكم عن اليهود بتتكلم عنهم على حقيقتهم لما هم يتطفلوا على درسنا ويجوا اسمعوا شو بدنا احنا نحكي شو معناه من هم اللي اختاروا انه يسمعوا حقيقتهم كيف الله صحيح وتعالى كشفها وكيف الله صحيح وتعالى وضحها هم اللي اختاروا مش هنه نتوجه يعني كون هذي الجهة اللي اختارت انها تتطف على الدرس تبعنا وهي عملها بتلاحق دروسنا وعملها بتنشرها في العالم كله وتوضعها على مواقعها في كل دول العالم كونها اختارت احنا بنقول اول اشي الحمد لله الله صحيح وتعالى سخرلنا اياهم عشان ينقل قلمة لا اله الا الله محمد رسول الله من بوقهم هم مش احنا اللي اختارنا هم اللي اختاروا انهم يكشفوا وحقيقة انفسهم الى الله صحيح وتعالى وضحنا اياها بانفسهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة